اشتركوا في القناة وهو كيفاش نظفه إزليز ورخام وسيراميك اللي يبدأ ليسق فيه لسخ وعنده مدى ما تنظفش وفي الحالة هذه لازم يكون عندك نص كاس من الخلابيص نص كاس من الكربوناتو ونص كاس صغير جافل ونص لترومي وأهم حاجة لقوم باش تستحفظ على يديتك باهي أول حاجة تعملها تحل شبابك الدار باش يقعد لهويد ويفدال كلها وتخلط اللي يقعد لك عليه الكل الماء والخل والكربوناتو جافل ومن بعد تصبوا على القعل المصخة وتخليه ربيع سياعة ما أكثرش اتسلتها وتعاود وتصب ماء صافي ما غير حتى شيء ومن بعد تنظفوا بصابون عادي اتشلل وتنشف وبطريقة هذه نجم نقول لك ركبش تلقى القاعة نظيفة ومرهبية كي ما تتخيلها أنت وتقول في الماء للوصخ الكل أما خليني نزيد نوصيك على حالة شبابك ولبسين لي جواندويت وطوامت بقالي باش نقولكم كين انشانا لهركم زين وشهية طيبة اتباير نانا اتباير نانا اتباير نانا اشتركوا في القناة